قتل متظاهر العراق مرتين الأولى على أيدي السلطات الحكومية والثانية بصمت العالم هكذا وصفت صحيفة نيوديلي الأسترالية طريقة التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي عمت معظم محافظات وسط وجنوبي العراق الصحيفة نقلت عن متظاهرين قولهم إنهم سيواصلون المخاطرة بحياتهم حتى يغيروا نظام الحكم الحالي ويتمكنوا من جني حقوقهم الضائعة في دولة غنية بالنفط ورغم أن العراق يمتلك وفقا لصندوق النقد الدولي رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم إلا أن معظم سكانه لا يحصلون على إمدادات المياه النظيفة ولا الكهرباء أو الرعاية الصحية الأساسية أو التعليم فضلا عن ارتفاع معدل البطالة إلى نحو أربعين بالمئة حيث أكد البنك الدولي أن ما يقرب من ربع سكان العراق يعيشون على نحو دولارين يوميا فقط وفي الوقت الذي اعترفت الحكومة باستخدامها للقوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل في محاولة لامتصاص نقمة وغضب الشارع فلم تكن هناك ردة فعل دولية حقيقية باستثناء بيان مقتضب للأمم المتحدة أقل ما يمكن وصفه بالخجول قياسا بعملية الإبادة الجماعية الجارية في العراق وفقا لناشطين وإعلاميين نقلت عنهم صحيفة نيو ديلي خاصة بعد أن استفردت الحكومة بالمنتفضين وعزلتهم عن العالم الخارجي بقطع خدمة الإنترنت وحجب مواقع التواصل لتستخدم كل أشكال القمع ضدهم حتى أن بعض الجرحى قال ساخرا إن الحكومة تقتلنا بالأسلحة التي اشترتها بأموالنا كما أوردت الصحيفة ومن الواضح أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة أصبحت سمة بارزة في المشهد السياسي في العراق في ظل حالة من التشاؤم واليأس من تنفيذ أي من وعود الإصلاح الصحيفة الأسترالية قالت إن الحكومات في العراق باتت تستخدم تشريعا لمكافحة ما تسميه الإرهاب يبيح لها إطلاق الرصاص على أية تظاهرة بعد نعتها واتهامها بأن المشاركين فيها هم أعداء للدولة وهو ما يفسر عدد الضحايا الكبير من القتلى والجرحة الذين سقطوا في صفوف المتظاهرين برصاص الحكومة خلال ستة أيام فقط